تحليل حول الإحصاءات المتعلقة بالجرائم الجنسية وتأثير الهجرة في النمسا وإن كان التقرير ده اللي خرج علينا قال أني أو مقال قال أني بيتحدث عن اغتصاب 300 امرأة وبينسبوا المواضيع دي في الغالب الأعمى للمهاجرين نعم نعم يعني بصراحة هذا تقرير بالغ الأهمية وهذا كان نتيجة سؤال برلماني سؤال برلماني وجه لوزارة الداخلية أن 300 امرأة يغتصبنا سنويا على يد مهاجرين طبعا بيّن أن هذا التقرير بصراحة في كثير من اللغة وفي كثير من الأخطاء حيث لا يتم تسجيل ما إذا كان المشتبه به له خلفية مهاجر في الإحصائيات الجنائية الشرطية التي تميز بقض بين النمساويين وغير النمساويين وأرقام الاستخدام في المقال تستند إلى رد من وزارة الداخلية على استفسار برلماني ولكنها تتعلق بالبلاغات وليس بالإدانات تقوم الإحصاءات الجنائية بتمييز المشتبه بهم إلى محليين وأجانب والمشتبه بهم الأجانب هم جميع الأشخاص اللي ليس لديهم جنسية نمساوية وبالتالي الأجانب والسياح في النمسا وفضل عن مواطنين الاتحاد الأوروبي وما إذا كان مهاجر أو من خلفية لاجئة فبالتالي هذا خبر أو عاطلون عن العمل وغير عاطلون عن العمل بالطبط يعني كثير كثير إلو كثير تفنيدات إلو كثير تفنيدات فبالتالي كان فيه بهذا الخبر إحنا حبينا أن نشرق ونوجه الضوء عليه لأنه بصراحة كان فيه نوع من المهاجمة الغير يعني مبررة للاجئين عم بيحاولوا يفهموا أنه اللاجئين هم المتحرشين هن الكذا مع أنه بصراحة فيه كثير جنسيات وعمل لك على رأسهم سواني خليني ألاقيها وين بالخبر بيقل لك على رأس اللي فعليا سواني شوي بيقل لك الرومانيين والأتراك والبلغار يعني اللي هم فعليا كثير فعليا على رأس المتحرشون جنسيا وهذا الكلام يعني بصراحة ما ليعرفان وين الكلمة صارت بالضبط كذا 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 هو لابد من عملية الإحصاءات لازم يكون هناك إحصاءات دقيقة نمساولية زمت يعودون إلى رومانيا صربيا تركيا وألمانيا متغيل يعني حتى ما فيولا جنسية عربية صراحة يعني ولا أفغان ولا أفغان فبالتالي هذا خبر يعني حق أريد به باطلا فبالتالي طلع هذا التقرير هذا التقرير وهذا اللي فندت ووكالة الأنباء النمساوية وأعتقد صحيفة كورير العريقة هي اللي قامت بتفنيد هذا الخبر وهذا التقرير الذي كان يصطاد به اليمين المتشدد الأصوات الانتخابية والتي فعليا انقلبت ضده